يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار فيتنام حيث يحتفل الفيتناميون اليوم بمرور أربعين سنة عن نجاح الثورة الفيتنامية ضد الولاية المتحدة الأمريكية الألاف من الذين اختاروا أن يقاتلوا في صفوف الجيش الأمريكي يدفعون اليوم ثمن عملتهم للأمريكان تفاصل هذا الموضوع مع الزهر سعدي لا يزال قدام المقاتلين في الحرب الفيتنامية الذين كانوا إلى جانب قوات الأمريكية يدفعون سمن خيارهم كعملاء للاحتلال فبعد تعرض معظمهم إلى عهات مستديمة أثناء الحرب وهو الشيء الذي أرق حياتهم لم يتلقوا معاشات التقاعد أو إعانات من طرف الحكومة الفيتنامية إلى غاية اليوم عوض تصفيتهم آنذاك أنا لم أتلقى أي شيء من الحكومة الفيتنامية لا شيء كنت جنديا حاربت لفيتنام الجنوبية ولكن حياتي مقارنة بما هو عليه من الجنود الجرحى الشيوعيين كنت وحيدا كان علي النضال من أجل البلاد فأنا حتى الآن لم أتلقى أي معاش من الدولة بعد نجاح جبهة التحرير في الفيتنام من دحر الاحتلال الأمريكي قررت عدم تصفية الجنود العملاء بل فكرت في إعادة لم شمل الشعب الفيتنامية وإجراء مصالحة وطنية بين المقاتلين وتسمين المجهودات التي قام بها هؤلاء لتحقيق الاستقلال والأمن للفيتنام بعد الانتصار عام 1975-900 ألف كان على الحكومة جمع شملها إداريا حيث تم ذلك بالسيطرة على المواطنين لكن كانت هناك مصالحة نفسية مع المقاتلين بالشمال التمييز الممارس حاليا في حق الألاف من الجنود الفيتناميين الجنوبيين ليس هو إلا ثمار مزارعه سابقا عندما قرروا بكل وعي مساعدتهم لمحتل كان يتمهن قتل بني جلدتهم فالزمن لا يعود للوراء لتصحح مثل هذه الأخطاء أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة